إيه المقصود بالالتهاب أصلا؟ ده الجديد في الطب إحنا ما بنتكلمش عن التهابات الأنسجة يعني لما قول عند التهاب في الجيوب الأنسجة عند التهاب في الأنسجة بتاعت الجيوب الأنسجة التهاب في الكبد، التهاب في الأنسجة لأ، الكلام الجديد دلوقتي في الطب الحديث عن الالتهاب على مستوى الخلية الخلية هي الجزء الأساسي اللي بيكون منه جسمنا النطفة الصغننة أبارة عن خلية مجموعة خلايا ملايين الخلايا عملوا نسيج النسيج ده بقى عضو وهكسب فالكلام كله دلوقتي فهنا مش النسيج بقى لأن ده نجل خلية نفسها أصل الخلية ليه؟ لأنه هو ده أصل المرض يعني الكلام كله دلوقتي في الطب الإنشائي أو الطب الترميمي أرم الخلية عشان ما تقلبش بمرض ده الأهم يعني التهاب النسيج الخارجي زي التهاب جيوب الأنفية مثلا ده نتيجة التهاب في الخلية ولا ده ملوش علاقة بالتهاب الخلية؟ لا التهاب الخلية معناه إيه؟ الخلية اللي خلقها ربنا دي في كل لحظة احنا عايشين فيها جواها آلاف وملايين من التفاعلات الكيميائية تفاعلات شغالة براكين غازات سامة أبخرة نار كل ده شغال جواها وبالتالي الخلية دي في كل لحظة من لحظات حيثنا بتتعرض إلى تلف وإعادة إصلاح تلف وإعادة إصلاح تخيل أنت مدينة؟ تلف وتدي مكانها واحدة تانية أولا هي نفسها تصلح نفسها؟ لا هي نفسها بتعيد تصلح نفسها تمام؟ فبيحصل تلف بيطلع على طول جهاز جمع مخلفات يجمع المخلفات وجهاز تاني يعمل ترميم يرجع الخلية إلى يصلح التلف لو التلف معدله زاد عن معدل الإصلاح تخيل أنت مدينة بتتضرب كل ثانية بقنبلة تتضرب بقنبلة يطلع الدفاع المدني يصلح وينظف الشوارع بعدين تتضرب تاني وهكذا لو إحنا معدل الإصلاح متوازن مع معدل التلف دي الحالة المثالية للصحة لو معدل التلف زاد قوي الخلية دي فقدت السيطرة اللي ربنا حطتها جواها وبالتالي يبدأ المرض يعني إحنا لما نقول إحنا دايماً عفواً يعني دايماً بنسمع أن السرطان بشرح مبسر كده يقول لك إيه جنان خلية بالزبط أن الخلية خلاص ما بقيتش طبعية جننت في عمل السرطان هو ده خلية ما قدرتش تسيطر على معدلات البناء والترميم بتاعها خرجت عن المألوف خرجت عن السطر الطبيعي اللي ربنا حطتها لها الجننت تحولت إلى خلية سرطانية بتلتهم الخلايا الطبيعية اللي جاءتها ترجمة نانسي قنقر